قصص الذين كان أمامهم سفر بسفينة على فكرة في نفس السنة 2004 ومقطع على الفيديو رأيته أمس للشيخ أندونيسي يجد العربية شيخ علم هو وهو يصادق على هذه القصة التي يحكيها زميل له أيضا شيخ عربي سمعها منه يقول نعم نعم هذا الذي حصل كذا رجل يعرفه الشيخ الأندونيسي كان عنده سفرة ولابد أن يسافر إلى مركز للتسونامي لكن فتته الباخرة التي عليها أن يستقلها فرجع إلى بيته مغضبا حنقا حزينا فلما ضرب للتسونامي في صباح اليوم التالي جاء أهله يهرهون إليه فريحين حرقوا فإذا هو ميت كان مكتوبا أن يموت في الساعة ذاتها في الوقت نفسه لكن ليس غرقا لكن هذا أيضا موعد موتي بعض الناس مكتوب أن يموتوا سوية مع بعضهم شيخ كويتي أيها الإخوة يحدث عن شاب يقال له حادث حادث سير السيارة والحمد لله نجا منه لكنه اتصل أي بأبيه وأبوه كان أي على رأس عمله ماذا قال الحمد لله أبتي لا ترع وقع معي حادث سير أنا بحمد لله بخير لك لابد أن تأتي هنا ربما أشاء مع الشرطة لندري فجاء أبو اعتنقه وهنأه بالسلام الحمد لله لم يمسه سوء ووقف مع ابنه بين سيارتين يتحدثان تأتي سيارة كبيرة تضرب إحدى السيارتين فتلسقها بالأخرى فيموت الأب وأبنه إذن هو اتصل بأبيه لكي يقضي معه في المكان نفسي مكتوب أنه يموت مع ابنه في هذه اللحظة أيها الإخوة بين الموت أحيانا والنجا من الموت مليمترات أعرف رجلا يقول حين كنت صغيرا نزلت رصاصة إلى اليوم يقول لي لا أزال أستشعر صوتها إلى جانبي لو تحركت مليمترات إلى الداخل لأن نزلت في أم رأسه الذي أنجاه قادر الله تبارك وتعالى بمليمترات مليمترات تهلك مليمترات تنجي كلها محسوبة عند الله يا ابني إنها إن تكم إثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله إنه رب هذه العوالم لا إله إلا هو إنه قيوم السماوات والأرضين الذي له مقاليد السماوات والأرض وهذه الآية وردت في موضعين من كتاب الله له مقاليد السماوات والأرض في أواخر الزمر وفي صورة الشورة مرتين له مقاليد أنا أفهمها على أنه بيده لا إله إلا هو أزمة السماوات والأرض إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماوات أن تقع على أرض إلا بإذنه هذا هو الرب الجليل لا إله إلا هو لا شيء يخرج عن طوعه لا شيء يخالف أمره الكوني القدري وليس الشرعي نحن فيه مخيرون وفي أعمالنا مسلطون بما شاء الله تبارك وتعالى